أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليمينة دستورية أمام البرلمان اليوم الاثنين لتنتقل بذلك تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وحضر مراسم تنصيب الرئيس التركي قادة 22 بلداً ورؤساء حكومات وبرلمانات 28 دولة فلاً عن أمناء ست منظمات دولية كما وشارك من العراق نائب رئيس الجمهورية أسامة النجافي والأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس الخنجر إضافة إلى وزير الدفاع عرفان لحيالي بصفتي كرئيس أقسم أن لا أحدى عن المثالية وفقاً لما يتطلبه كل مواطن من الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية لتحقيق الأمن والازدهار في المجتمع وأن أسعى لتحقيق التضامن الوطني والعدالة وأبقى مخلصاً للدستور والقانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وعلمانية الجمهورية وأحمي وجود واستقلال ونزاهة الدولة وسيادتها المطلقة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة